متوقعين ان معدلات زي ما قلنا في الخطة بتاعتنا انها 276 مليار جنيه وكان ده مبني على اساس ان احنا نحقق معدلات نمو وتصل الى 3.5% انا اعتقد ان طبعا الاحداث اصارت بشكل كبير في الامور وبعض القرارات الاستثمارية يمكن بتتأخر شوية مش اقولك انها بتؤجل ولكن بتتأخر بمعنى ايه ان ممكن الشركات تبدأ وتبدأ برؤوس اموال صغيرة اقل من اللي احنا كنا متوقعينها خلال مباحثاتنا معاهم وكده وبالتالي ده هيؤثر الى ان احنا بننظر ان احنا على اخر العام ان انا نتوقع ان معدل نمو مش هيزيد عن 3% يعني فيه 0.5% نتيجة الانخفاض في الاستثمارات ولكن يعني اعتقد ان احنا في الاعوام القادمة وخاصة بعد الانتهاء من البرنامج اللي احنا عملناه الاصلاح الاقتصادي والمالي وكمان صندوق النقد لما ننهي القرض بتاعه هيبقى ده له تأثير مباشر على زيادة استثمارات مرة اخرى لكن ماذا عن طلبات الموجودة حاليا للإستثمار الاجنبي هل هناك بالفعل طلبات جد تترسونها خلال هذه مرة؟ وطبعا لا يتقدم طلباته لكن هناك مباحثات المباحثات طبعا لا تنقطع وهم في حال الترقب شديد لساعة الصفر اللي هما بيشوفوها ان لما الاحوال في الشرع المصري تستقر ومعظم هم برضو بيترقب المباحثات الخاصة بالقرض مع صندوق النقد عندنا الحقيقة في مختلف المجالات انا عايز اقول لك اللي ما يحدث الان ان احنا بقينا مثلا مجال زي التعدين اصبح من القطاعات الهمة جدا جدا اللي فيه هناك طلبات كثيرة تقف الان جهزة لقانون الجديد اللي احنا بنتطلعه بتاع التعدين وايضا للمشروعات الكبيرة خاصة في مدينة سفاجة هناك محور قناة السويس اصبح من اهم المشروعات اللي يعني جزبت انتباه العالم كله مش هقولك المستثمرين فقط ولكن العالم كله لان انت النهاردة اللوجستيات اصبحت هي اكبر صناعة في العالم لان هي اللي بتوفر كثير من التكلفة وفي ظل المنافسة الشديدة اللي موجودة في الاسواق العالمية اللوجستيات بتلعب دور هام جدا جدا وموقع مصر متميز وهيديها الحق انها تكون من اكبر منافسين في هذه الصناعة في هذا الموضوع تحديدا اعلن انه تم الانتهاء من مشروع قانون تنمية اقليم قناة السويس وهو موروض على مجلس الوزر تمهيدا لي اقرارهم من مجلس الشورى ما هو الجديد في هذا الاطالة؟ لا هو طبعا القانون دين مسودة الاولى مش تم الانتهاء منه لان هناك كثير من النقاط جاري يعني التشور والعمل على الانتهاء منها هذا القانون الحقيقة بيدي يعني في ملامحه كده تحديدا على اقليم محدد هيبقى في بعض القواعد الخاصة بالاستثمار فيه بتحكمه خطة متكاملة ماستر بلان يعني اللي هو التخطيط المتكامل للمنطقة طب حيث انها هيبقى معروف مبدئيا كل منطقة محدد لها يقام فيها ايه وشروط التعامل فيها وفترات الامتياز اللي هيحق الانتفاع يعني هتكون قد ايه الكلام ده كله يعني حتى التركيبة بتاعة المشاركات اللي هتكون موجودة وقديها هيكون فيها مصري وقديها هيكون فيها اجنبي كل هذه الشروط مازالت بتدرس ومازالت لم ننتهي منها بعد اهم الملامح لهذا المشروع القانون وايضا الصناعات المستهدفة في هذه المنطقة لا هو طبعا على وجه التحديد دنتم تتكلم على اقليم كبير جدا بيشمل محافظات كبيرة يعني ثلاث محافظات زائد سيناء يعني فهناك مجال جغرافي واسع اهم ما يميز هذا المشروع هو زي ما قلت لحضرتك الاماكن اللوجستية وايضا الخدمات الجديدة اللي هتقدم للسفن وصناعات الحاويات الخاصة بالتصدير ومثل هذه الامور وايضا الصناعات التعدينية واماكن التعدين اللي هي تبقى موجودة في مدينة سفاجة ومعظم المنطقة دي فيه طبعا مشروعات زراعية وفيه مشروعات صناعية وفيه مدن صناعية وفيه شمال غرب خليج السويس المنطقة الخاصة هناك الكثير من الامور ولكن اكبرهم ايضا النافق اللي هيمر من تحت خناة السويس ان شاء الله في مدينة بورسعيد ليربط شرق وغرب بورسعيد من اهم المشروعات اللي احنا يعني شغالين فيها برضو في الوقت الحالي كيف هتتم تمويل هذه المشروعات مشروعات تدمية اقليم قناة السويس هو المشروعات دي بيتم طرحها طرح دولي فشركات اللي بتتقدم اليها شركات بتبقى جاية معارفة ان المطلوب موجود قد ايه سواء هم هجبوه من رأس مالهم او هجبوه من تمويل خارجي هم المسؤولين عن هذا ولكن طبعا انت بتتكلم على مبالغ اذا ان شاء الله ضخت في الاقتصاد المصري هيبقى يعني شأنها شأن كبير البنية السياسة تكون بزم مرزمة المطور الصناعي ام انه نستفيد من مشروع السكوك الجديد هو السكوك ما هي الا وسيلة تمويل فالسكوك يعني بتمويل مشروع يعني زي اللي بيعمل سند او بيعمل دين يعني ما تفرقش ولكن اللي حرك بتقوله ان الاستفادة من هذا المكان هيبقى في خلق فرص العمل والوجود والاستراتيجي وان هيكون فيه يعني افاق كبيرة ان احنا ننقل عدد كبير من الكسافة السكانية اللي موجودة في ودي النيل الضيق الى ودي جديد ان شاء الله هيكون هو ده مستبع المصري يعني واناك تخوف من البرامج الاصلاحي المعدل وخاصة مثلا فرض ضرائب على البورصة وده كان لم يكن مطروحا قبل ذلك وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار في معصفة الزمن يعني ما فيش فرض ضرائب على البورصة يعني الرسوم اللي هي رسوم الدمغة دي برضو جاري بحثها ويمكن النهار ده فيه اجتماع اخر النهار قبل ارسال القانون الى الشورى ويعني لسه ما تمش حسم موضوع الدمغة على الدمغة النسبية